بسم الله الرحمن الرحيم روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الصلط الصف الثالث مادة اللغة العربية أحفظوا الحصان العربي صفحة 43 وصفحة 44 كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ اليوم يا ثالث رح ننشد سويا نشيدة الحصان العربي ماذا تجاهدون في الصورة التي أمامكم؟ أحسنتم حصان من يقول لي يا ثالث ما هو صوت الحصان؟ صهيل من يذكر لي يا ثالث صفات الحصان العربي؟ أحسنتم أصيل نبيل سريع قوي رشيق جميل تأملوا في الصورة جيدا نعيد صفات الحصان العربي أصيل رشيق جميل سريع الحصان العربي يا ثالث هو رمز العروبة والأصالة والجمال وكان الحصان العربي يستخدم من قبل الفرسان في المعارك ويسمى صوت الحصان يا ثالث صهيل هيا بنا يا أحبائي ننشد سويا نشيدة الحصان العربي الحصان العربي لا تسلني من أنا ملك الحسن أنا الأصيل بن الأصيل الحصان العربي موطن الفرسان ظهري أحمل البرقى وأجري أنا أشعار صهيل أنا زهو العربي لن تروا أجمل مني لن تروا أرشق مني النبيل بن النبيل الحصان العربي يلا ننشدها كمان مرة ثالث الحصان العربي لا تسلني من أنا ملك الحسن أنا الأصيل بن الأصيل الحصان العربي موطن الفرسان ظهري أحمل البرقى وأجري أنا أشعار صهيل أنا زهو العربي لن تروا أجمل مني لن تروا أرشق مني النبيل بن النبيل الحصان العربي أحسنتم يا ثالث من يذكر لي اسم كاتب هذه النشيدة؟ أحسنتم سليمان العيسى إذن الكتب هذه النشيدة الجميلة هو سليمان العيسى هيا بنا نتعرف على أهم المعاني نشيدة الحصان العربي ملك الحسني أنا ما معنى الحسن يا ثالث؟ معنى الحسن الجمال الأصيل بن الأصيل ما معنى الأصيل هنا؟ الشريف موطن الفرسان ظهري ما معنى موطن؟ مكان أحمل البرقة وأجري ما معنى أجري؟ أركض أنا أشعاري صهيل ما معنى صهيل؟ هو صوت الحصان أحسنتم يا ثالث طيب يا ثالث من يحكي لي أهم الأفكار الرئيسي الوردة في نشيدة الحصان العربي؟ أحسنتم الحصان العربي هو رمز العروبة والأصالة والجمال كان الحصان العربي يستخدم من قبل الفرسان في المعارك ويسمى صوت الحصان صهيل خلينا نتحدث مع بعض يا ثالث عن صفات الحصان العربي أنه أصيل نبيل رشيق وجميل وقوي وسريع واجبنا اليوم يا ثالث تحفظوا نشيدة الحصان العربي زائد تحل النشاط صفحة 45 يعطيكم ألف عم